بوادر انفراجة في المشهد السوداني من اجل الخروج من مأزق النقاط الخلافية بين المعارضة والمجلس العسكري والتي سيؤدي الاتفاق بشأنها على رسم خارطة البلاد السياسية الطرفان اتفقا على هيكل السلطة الانتقالية ونظام الحكم واكدا في الوقت نفسه على استكمال النقاش حول نسب المشاركة في المستوى السيادي والمستوى التشريعي ومدة الفترة الانتقالية في البلاد نحمد الله كثيرا على ان جولة التفاوض لهذا اليوم سادتها اجواء طيبة وروح جميلة من الطرفين واصرار من الجانبين على الوصول لاختراق كبير في النقاط اللي لا دالت موضع اختلاف قوى الحرية والتغيير التي طالبت المجلس العسكري في وقت سابق بعدم التأخر في تهيئة مناخ الاستقرار السياسي اكدت مواصلة المشاورات مع المجلس العسكري غدا للبكت في سلطات المجلس السيادي ونسب التمثيل به اللقاء كانت مسمير وتوصلنا فيه على اتفاق حول حياكل السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والمجلس التشريع والخضائية والمفاوضيات واقتصاص وحياكل السلطات المذكورة له على ان نتواصل خدا فيما يتعلق بين النسب والمواضيع الاخرى حول السنين اللي هو اربع سنوات في الفترة الانتقالية ام سنتين وتسعى المعارضة الى تشكيل حكومة مؤلفة من مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ومجلس وزراء مكون من كفاءات مستقلة ومجلس تشريعي انتقالي وما يرفضه المجلس العسكري لان المتحدث باسمه لم يخفي تفاؤله بمواصلة النقاش بشأن النقاط الخلافية ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير بابريل الماضي في وقت يعتسم فيه الاف المتظاهرين منذ اسابيع امام مقر القيادة العامة للجيش لمطالبته بتسليم السلطة لادارة مدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر